السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبور الإسبانية وكلماته كانت كالتالي كانت هذه أول مباراة يلعبها عبدالصمت زلزولي منذ البداية وقد أظهر إمكانياته إنه لعب يواجه بشكل جيد للغاية وشجاع أيضاً وهنا المداري بالقصد دياله فاش المغرب يشد الكورة كيقصد لكنيشة المدافعين بمعنى ما عندوش ديك الرهبة أو الخوف من مواجهة الفرق الكبرى كريال مادريد وغيرها وهذا الشي العقلت وقلناه من زمان قبل ما تسعدوا بارشلونة للفريق الأول المهم المداري بجاقوبا أرساطي كملت نأديره على المغرب وقلبي الحرف بفضل عبدالصمت حققنا أيضاً تفوق لقد كان جيداً جداً وسيعطينا المزيد من الإضافة وختمت صريحاته قائلاً إنه صغير في السن ولديه مستقبل عظيم دعونا نرى ما إذا كنا نستفيد منه ونجعله لاعباً أفضل وكان هذا باختصار هو تصريح المداري بأساسونا وللإشارة بعد تألق الزلزولي في المباراة البارحة الكثير من الصحافة أشادت بالمستوى دياله ما شاء الله اللهم باركوا زيد في ديالك وطبع البارحة كنا دلنا تحليل مفصل للتحركة ديال الزلزولي أهدرنا عليه بالتفصيل وأيضاً كيفاش بهدل الكرباخال لذلك ما غادش نغوصه كثيراً في موضوع عبدالصمت فقط باش منطحوش في التكرار أما عن بلال أخنوس فكيما تطرقنا في بعض الفيديوهات السابقة أن الاتحاد البلجيكي كدغط عليه من أجل تمتيل منتخب بلجيكا إلا أنه ما شاء الله متشبت بالمغرب وتمتيل أسود الأطلس ولحدود هذه اللحظة الصحافة هي الأخرى تطارد أخنوس بحيث في كل مناسبة كيجب دولي هاد الموضوع ديال إمكانية تمتيل بلجيكا وهو إلى آخره المهم تصريح بلال أخنوس كان مع موقع فوتبول كرانت واللي قال في هذا الموضوع لقد تم اتخاذ هذا الاختيار من طرفي منذ فترة طويلة اختياري للمغرب هو قرار نابع من القلب وقال أيضا تلقيت طالبا من مدالب المنتخب البلجيكي اللي هو روبرتو مارتينيز للحضور إلى معسكر شيطي الحمر ولكن بحلول ذلك الوقت كنت قد اتخذت قراري بالفعل وهو تمتيل المغرب أنا أفهم أن البعض لا يتقبل هذا الرأي ولكن في النهاية إنها مهنتي وأنا أتخذ قرارات بنفسي وفي الآخر سؤال بالأخنوس أنه الآن عنده فرصة كبيرة للعافي كأس العالم ويقدر يلعب ضد المنتخب بلجيكا والجاوب دياله باختصار قال لهم أنه يتمنى التواجد مع المغرب في المونديال القطاري وحاليا هو يركز مع فريقه جنك وكان واحد الخبر آخر متعلق ببيل الأخنوس فحسب صحيفة العربي الجديد قالوا أنهم تحصلوا على معلومات من مصدر داخل الطاقم التقني لوليد رقريقي تؤكد أن الأخير معجب كثيرا بلاعبين في صفوف المنتخب المغربي الأولمبي والأمر كيتعلق بإسماعيل سيباري لعب PSV ايدوفن وببيل الأخنوس لعب جنك البلجيكي ولفعلا مؤخرا كنا شفنا رقريقي كان ضم هذا التونائي إلى تدريبة المنتخب قبل السفر إلى وديتي الباراقواي والشيلي المهم باختصار أخنو السعية بلجيكة ما تضغط عليه لمنى الاتحاد البلجيكي أو حتى إعلاميا فصافي المغربي يخدق قرار لا رجعته فيه وبش كيعجبك بلال عنده شخصية قوية رغم صغار سنة وهنا كنا هضرو إلى اللاعب عنده 18 سنة فقط ماشي بحال بعض اللاعبين اللي كيختاروا مثلا منتخبات إسبانيا أو غولندا وفي الأخير فاش ما كيلقاش بلالسه مع المنتخب اللي اختاروا عاد كيبالي المغربي في البلان وكيقول لك ديك السعر كنت صغير في السن وتمارسات عليه ضغوطات وما شابه ذلك وطبعا هذك غير أعضار وهي لا أساس لها من الصحة وبهذا إخواني كرام كنكون وصلنا لخشام الفيديو وخيروا كلامي مع قلة ودل وكل عادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة